لكن إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل عليه أحد أهل الشباب ويقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أولى الناس بحسن أنني أحصن إليهم في الصحبة وفي الحياة من قال صلى الله عليه وسلم أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك ثلاث مرات قال ثم من قال أبوك وصاك الله عز وجل بأمك ثلاث وصاك النبي صلى الله عليه وسلم بأمك ثلاث مرات وبأبيك مرة واحدة لماذا؟ لماذا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الأم أفضل من الأب؟ العلماء نظروا في لماذا وص النبي صلى الله عليه وسلم بالأم ثلاث مرات وبالأم مرة سيبك بقى من التعب والسهر والولادة والكلام ده لا لا ليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم كذا العلماء قالوا آه تعالى انت كبرت وبقيت شاب وبقيت رجل ومسؤول عن أسرة وبقيت 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 ركت أمك انت ناسي أمك منتش فاكر منتش فاكر وهي حملاك في بطنها تسعة شهور منتش فاكر وانت بتأكل أكلها بتنص من دماء عشان تتغزة وانت في بطنها منتش فاكر منتش فاكر لما ولدتك أمك وهي في زفرات وطلقات الميلاد وألم الولاد والنفاس انت ناسي الكلام ده لكن انت فاكر أبوك شايفه قدامك شايف أبوك قدامك بروح اشتغل